اهلا بكم وسط الازمات العديدة التي تواجهها اوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية تبرز ازمة الصادرات الاوكرانية من الحبوب والتي تمر بمشكلات وتعقيدات عدة سواء مع روسيا او مع الدول الاوروبية ربما تفاقم ازمة الغذاء العالمية الموجودة بالفعل ويشكل قرار بولندا والمجر وسلوفاكيا بحظر استيراد الحبوب ومنتجات زراعية اخرى من اوكرانيا حتى 30 من يونيو القادم لحماية انتاجهم المحلي منعطفا خطيرا في ظل تكدس مخزونات الحبوب في بولندا بسبب مشاكل لوجستية مما ادى الى انخفاض الاسعار في السوق المحلية ودفع بالمزارعين الى التظاهر واجبار وزير الزراعة البولندي على الاستقالة بولندا قالت ان الحظر يشمل واردات الحبوب والسكر واللحوم والفواكه والخضروات والحليب والبيض ومواد غذائية اخرى بينما اوضحت المجر انه سيتم حظر الحبوب والبذور الزيتية والعديد من المنتجات الزراعية الاخرى وحظرت سلوفاكيا استيراد الحبوب الاوكرانية وغيرها من المنتجات الغذائية لحماية قطاع الزراع المحلي كذلك ايضا للحفاظ على صحة المستهلك من جانبها ابدت وزارة الزراع الاوكرانية اسفها على القرار لافتة الى ان المزارعين الاوكرانيين يواجهون اخطر الاوضاع بسبب عمليات القتال المستمرة واقترحت الدخول في مناقشات مع البلدين للتوصل الى اتفاق في الايام القادمة بدورها انتقدت المفاوضية الاوروبية تدابير الحظر التي فرضتها بولندا والمجر على استيراد الحبوب وغير ذلك من المواد الغذائية في اوكرانيا او منها مضيفة ان السياسة التجارية تعد اختصاصا حصريا للاتحاد الاوروبي وبالتالي فان اي خطوات احادية الجانب تعد غير مقبولة مشيرة الى ضرورة التنصيق والموائمة بين جميع القرارات ضمن الاتحاد في الاطار ذاته يواجه اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية الموقع مع روسيا ازمة في استكماله وذلك بعدما اعلنت موسكو انها لن تمدد الاتفاق لما بعد الثامن عشر من مايو القادم ما لم يذلل الغرب سلسلة من العقبات امام تصدير الحبوب والاسمدة الروسية واضافت ان مبادرة البحر الاسود خدمت بشكل حصري وتواصل خدمة الصادرات التجارية لكييف لصالح الدول الغربية مشاهدية الكرام كان هذا عرضا سريعا لأبرز التهديدات التي تواجه صادرات الحبوب الاوكرانية نشكر لكم طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر